عزيزي الطالب ترابط وثيق بين مصادر الدعوة الإسلامية الصحيحة هذه المصادر كما وقفنا على بعضها القرآن والسنة والسيرة النبوية الآن نقف على العنصر الرابع أو الدرس الرابع من دروس هذه الوحدة المتعلق بالمصدر الرابع من مصادر الدعوة وهو سيرة الخلفاء الراشدين لا يمكن لباحث في الدعوة أو للدعية أي كان لونه أو منهجه ومذهبه أن يغادر الحديث عن السيرة التي تجتمل على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونقف بك عزيزي الطالب في هذا الدرس على العناصر التالية العنصر الأول تعريف الطالب بالخلفاء الراشدين من هم الخلفاء الراشدون وأيضا نقف بك على العنصر الثاني وهو بيان أهمية هذا المصدر من مصادر الدعوة للدعاة والباحثين على حد سواء كذلك نقف بك عزيزي الطالب على بيان بعض خصائص منهج الخلفاء الراشدين في دعوتهم أما عن العنصر الأول هو تعريف الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حاملوا دعوته وانطلقوا بها في الآفاق يدعون إلى دين الله بالهدى والرشاد الخلفاء الراشدون هم من كانوا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا على وصفهم بذلك وهم أربعة يعني أجمعت كلمة العلماء على أن المقصود بالخلفاء الراشدين هم أربعة مرتبون على هذا الترتيب الأول هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والحديث عن أبي بكر لا يمكن لهذه العجالة أن تعطيه حقه من البيان والإيضاح فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال وقد كان صهرا لرسول الله وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقد أبلى أبو بكر بلاء حسنا في نصرة دين الله وقد تولى أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كالجبل الأشم إذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى فكان أبو بكر كالتوضي العظيم في الثبات على الإيمان الصحيح بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وقع الصحابة في هذا الحزن يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لن يموت وما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يقول عمر فوالله لكأني أسمعها الساعة هذا هو أبو بكر الصديق الذي ولي الخلافة بعد رسول الله يأتي في المرتبة الثانية عمر وعمر كون أنه في المرتبة الثانية لا يعني أنه قليل المكانة وإنما ترتيب زمني لا غير كان عمر رضي الله عنه يمثل الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق وقد كان عمر ممن نصر الله به دعوة الله تبارك وتعالى التي قال عنها النبي إن الله عز وجل نصر هذا الدين بأحد العمرين اللهم نصر هذا الدين بأحد العمرين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان قد أسلم وهاجر مع رسول الله كانت هجرته فتحا للأمة كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عثمان بن عفان صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج بنتيه كان عثمان ذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان هذا الذي بذل حياته كلها في نصرة الدين الله وفي عون رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وفي هذه الغزوات التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش رسول الله فكانت غزوة العسرة التي غزوة تبوك وقف عثمان وقد بذل ماله كله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم كذلك من أعظم الخلفاء الراشدين علي كرم الله وجهه علي بن أبي طالب وهو أول من أسلم من الشباب وقد كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ذاك الذي كان متزوجا من فاطمة رضي الله عنها وهو ذاك الطوض العظيم والذي ما أعطى لنفسه مكانة أرفع من مكانة السابقين بل كان يجلهم ويحترمهم وهكذا كانت أخلاق الصحابة ردوان الله عليهم أجمعين وأعطى الخلفاء الراشدون لمن بعدهم دروسا في التواضع والأدب الجن والحب لمن كانوا من ذويهم وقرنائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الخلفاء والحديث عنهم لا ينتهي لكن الأمر لا يحتاج إلى الساعة كذلك رضي الله عنهم أجمعين كذلك من بين هؤلاء أو من أهمية دراسة درسنا الوقوف على أهمية الدعاء الذين لا بد أن يترسموا خطى سيرة الخلفاء الراشدين إن أهمية وقوف الداعية على سيرة الخلفاء الراشدين تنير له الطريق وتفسع له مجال وتحدد له الغاية التي يسير من أجلها إذا ترسم خطاهم رضي الله عنهم من بين هذه الأهمية إن الباحثة عندما يقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده وخلافتهم الراشدة كان بذلك يسير على منهج النبي لأن الأمر هكذا أصار الصحابة الخلفاء على منهج النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان له طريقة كانت له طريقة هذه الطريقة هي تطبيق لما جاء في القرآن الكريم فالذي يسير على القرآن يسير على طريقة النبي ويسير على طريقة الخلفاء هذا هو الترابط الجم والمنهج الصحيح كذلك أمر النبي باتباع سنتهم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة هكذا ربط النبي بين الداعية وبين أصحابه أي سيرة الخلفاء الراشدين كذلك لا نستطيع أن نغادر الحديث عن بيان خصائص منهج الخلفاء حتى يتأسى بهم الدعاة في دعوتهم لقد كانت خصائص هذا المنهج أو كان هذا المنهج يقوم على ما يعرض لهم من قضايا يسير على هذا المنهج أو على هذا المنوال وهو تقديم النظر يعني كان منهج الصحابة تقديم النظر في كتاب الله أولا ويتبعونه بكالحديث بالاستنباط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثانيا والثانية مرتبطة بالأولى ما كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم كبار الصحابة أن يغادروا الحديث عن الكتاب والسنة معا أولا وثانيا يشاورون من كبار الصحابة في الأمور التي لم يأتي بها نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا لم يجدوا في الكتاب والسنة عمدوا إلى المشورة عمدوا إلى اجتماع الصحابة وهذا مصدر لمصادر التشريع فكانت سنتهم وسيرتهم امتدادا طبيعيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وتطبيقا عمليا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي الخصائص فماذا إذن عن بقية خصائص الدعوة ومصادرها هذا ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر